اهلا بكم من جديد في مناظرة اليوم سنتناول فيها تأييد محكمة القضاء الإداري في مصر لقرار رئيس جامعة القاهرة بحضر عمل المنتقبات بالجامعة قرار يحمل في طياته تداعيات وإسقاطات لسيما وأنه يعتبر جزءا من الحملة التي أطلقها السيسي لمحاربة التطرف الإسلامي والتي أثارت ردود فعل متفاوتة خصوصا وأنه يأتي في غضم توتر يشوب الشارع المصري عشية ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وما قد تفرضه من تفاعلات عن هذا الموضوع وانعكاساته يسعدني أن نستضيف في الستوديو سيد خميسة بلعافي مرسل صوت القاهرة مرحبا بك وسيدة ناهدة سكيس نشطة اجتماعية مرحبا بك أريد أن أبدأ معك سيد خميس دعنا نقول كيف تقرأ هذا القرار وكما ذكرنا ويأتي عشية ذكرى ثورة يناير وهناك توتر داخل الشارع المصري التوتر في جمهورية المصري العربية قائمة ما بين المؤيدين لنظام السيسي ومع المعارضين لهذا النظام ما ودأ نقوله في النقطة هنا بأن هذا القرار لا يأتي لمحاربة الشريعة الإسلامية ولا الدين الإسلامي إنما جاء ليحارب ظاهرة يقال بأنها من ظواهر التطرف الديني الإسلامي في مصر وفي باقي العالم العربي الإسلام أو الرأي في الإسلام يقول إن اختلف العلماء حول قضية ما أو ملف ما يؤخذ بالرأي الوسط اللين المرن ولا يؤخذ بالرأي المتشدد يعني هذا موضوع المتناقبات إن سألت علماء المسلمين هناك أراء قوية جدا تقول بأن هذا ليس واردا في الإسلام ولكن الأسف شديد هناك من يعتقد بأنه وارد بالإسلام فنحن نرجع إلى مرجعية الدين التي تقول إن تم الاختلاف حول قضية ما يؤخذ بالرأي اللين والمرن هذه نقطة يعني هو لا يحارب الدين لأن هناك ركيزة دينية شرعية تؤكد بأن ما تم اتخاذه يصب في الوسطية الدينية ثانيا للأسف الشديد هناك جهات مأساوية إجرامية كمنظمة كلاب داعش تستغل المتناقبات أو النقاب لعمليات إرهابية لا تمت بأي صرة للإسلام يعني نحن اليوم في عالم العربي طرب أن هناك محاربة لهذه الظاهرة في تونس وفي أماكن أخرى أضف إلى ذلك حتى في فرنسا نحن هشنا أيامها واستنفرنا واستشطنا غضب عندما سعنا بأن الرئيس نيكولاس ساركوزي المتاهي ولايته قبل عامين أو ثلاثة عوام كان قد أصدر فرمان رئيسيا يقول فرمان الرئاسة الفرنسية يقول بأنه يحضر على لباس النقاب أو ضد المتناقبات وقلنا هذا هو جاء ليحارب الإسلام ولم يأتي لمحاربة الإسلام إنما القرار ولست أريد أن أدافع لا عن السيسي ولا ساركوزي ولكن أدافع عن الحقيقة ونالك القرارة جاء لم يأتي من فراغ إنما جاء لمحاربة ظاهرة استغلال هذه النقاب أو المتناقبات لأعمال تصب في مصلحة منظمات إرهابية إجرامية نعم فسينا كيف تقرأين هذا القرار؟ حقيقة الموضوع كله بذكرني في موقف مشابه تماما كان قبل عشر سنين أنا طبعا بوافق مع أخوي بكل اللي قاله وأنا متأكدة وعلى ثقة أنه كثير من المشاهدين اللي حيقولوا لي أختنا هيد أنت وين والدين وين والطنطوي وين يعني أنا ما بطاوله بدي أقول حرام وحلال اللي بدي أقوله أنه في أمور دينية في الإسلام الطنطوي قبل عشر سنوات فصل فيها وهي عدم الزواج من أهل الكتاب صارت حادث أنه واحدة يهودية بدأت تتجوز في الإسكندرية فإمه رفضت فقتل إمه وانتحر وإحنا بنغرف أنه الإسلام يجيز للرجل الزواج من الكتابية النصرانية واليهودية فالأظهر اتخذ قرار حاسم بمنع مؤقت لما حلل فيه قرآننا حسب الظروف المناسبة للدولة اللي بدي أقوله أنه الدكتورة أمن النصير مدرسة في الجامعة في القاهرة من أروع المحاضرات أيضا أبل سنتين حظرت على طالباتها في الجامعة أنهم يدخل الامتحانات في النقاب أنا أصرخ من هنا من هذا المنبر الديمقراطي الإسرائيلي أنه النقاب في الفترة الحالية ما بدي أقول حرام عشان بعرف رجال الدين لحيقولوا لي معليش آسف أنت لا تفقهين في الدين ولا تمت إلىه ممكن يكفروني كمان لكن أقسم أنه في هذا الظرف اتخذ القرار بوقته وإحنا عارفين زي ما تفضل أخويا أمثال الدواعش وغير الدواعش حتى كانت أحداث قرأت أنا ومدونة في الجرائد اللي هي عندي عن أحداث إما جرائم قتل أو اغتصاب حوادث يعني بتزعزع من وراء النقاب لكن ألا ترين مثل هذه القضية منع هؤلاء النساء هو أيضا دخول في حرية الشخص على الإطلاق على الإطلاق وأنا قلتها قلت اللي قاله الطنطوي طبعا الجرائد والكتب عندي من قبل عشر سنوات اللي بده يعارضني ويقول لي عم بتدخله في الحرية الخاصة للبنات أو أنت في ولاد كذا قاله نقاب كذا أنا ما لا سمح الله بحرم ولا بحلل ولكن أنا بقول الظروف الحالية السياسية اللي بتعيش فيها الأمة العربية والإسلامية تتطلب منع النقاب مش كلامي الدكتورة أمن النصير الدكتورة أمن النصير من أعظم المحاضرات في القاهرة منع الطالبات نعم سيد خميسي ربما لو لم يكن الحديث في الآونة الأخيرة عن الإسلام المتطرف وتطرف الإسلامي وقضية داعش ذكر ذلك وجهات أخرى ربما لم يذهب جهات معينة أو حتى مؤسسات حكومية لهذا المنحة وهو منع متناقبات أو منع أمور أخرى تتعلق بالدين الإسلامي هناك من يقول بأن أيضا داعش وهذه الجهات قد تأتي بنوع من الفائدة للدين الإسلامي في نهاية المطار أستاذ فراس يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه واضحة أي لا غير قابل للتأويل هذه النقطة النقطة الثانية ما أود أن أقول لك للأسف الشديد في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة نرى أن هناك استغلال بشع لأرقم فهيم الإنسانية المتمثلة في الدين الإسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأمر المقاتلين والمسلمين والأنصار لدى ذهابهم إلى الحرب عدم التعرض للنسوة للأطفال والرجال رأينا أمس الأول محاولات واحدة نجحت تم قتل امرأة هي حامل رغم موجود اختلاف النظر واختلاف الرؤية فيما يتعلق غير المستوطين أقول لك أميل الحرف الواحد النقاب والمتناقبات اليوم يتم استغلالهن من قبل منظمات إرهابية لغاية في نفس يعقوب قضاها أو لم يقضها كما قالت الأستاذ الفاضلة هنا ناهد وهي ناشطة ومتدينة وتفخر في دينها الإسلامي كما أنا أفخر يعني أنا أقول لك بالحرف أنا أفخر بأنني مسلم ولكن الأسف شديد أنا يعني مبطعت جدا لإنساب الكثير من الظواهر السلبية للإسلام وهو إسلام دين حنيف يأمر بالتعامل مع الآخرين بأحسن وجه والله سبحانه وتعالى قال للرسول وهو سيد الخلق وما أرسلناك إلا رحمة العالمين اليوم نرى بأن هناك بعض المتشددين يأخذون الإسلام إلى خانة بياك إلى طريق ضيق هذا حرام وهذا حلال ما ود أن أقولها بأن استنادا إلى أراء الكثير من الجهابذة الدين الإسلامية الذين قالوا بالحرف الواحد إن تم الإختلاف في الرأي حول قضية معينة يأخذ بالرأي اللين الوسط فنحن أمة وسط ما ود أن أقولها النقاب اليوم في المرحلة الراهنة أنا أؤيد الذين يحضرون النقاب دون التعرض لا سمح الله للدين فتلك حدود الله فلا تعتدوها فنحن لا نعتدي حدود الله لماذا برأيك بالأخص في مصر وخصوصا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لو ذكرنا قبل عام أو عام ونيف هو قام أيضا بحرك كتب دينية يقول بأنها لا تموت بصلاة بالقرآن الكريم في ناية المطاف وهي تأتي بنوع من التطرف للإسلام لماذا السيسي لوحده ولماذا مصر لوحده كل من يبحر في عالم الدين الإسلامي من الشبكات التواصل الاجتماعي والفيسبوك ويقرأ الكتب يرى بأن هناك كتب كثيرة باتت دخيلة على الدين الإسلامي جاءت لتطبيق أجندة معينة هدفها واحد هو الإساء إلى الدين الإسلامي 100% العلماء أنا قرأت هذه الظاهرة كل من يحاول أقول لك من هذا المنبر الأغر كل من يحاول أن يمد يده ويتطاول على الدين الإسلامي أقول له الحرف الواحد مهما كان الرجل شلت يده ولكن ما ودا أن أقولها بأن هناك يعني يقول الشاعر كلمة حق يراد بها باطل هناك يعني بتحت مسميات دينية يتم دس السموم في عقول الشباب رأينا اليوم أن يعني إن أجريت استطلاعات للرأي العام في الوسط العربي وغير وسط العربي غير داخل الإسرائيلي طرح بأن هناك تأييد عارم لدى الشباب لمنظمة داعش الإرهابية وهذه دي منظمة إرهابية إجرامية امتهنت المرأة وجعلت المرأة يعني عبارة عن يعني أداة جنسية وهلو مجر ما أود أن أقول لك بالحرف الواحد بأن عندما أقدم الرئيس السيسي يقول بعد بأنه يحارب دين أنا أقول لك بالحرف الواحد أنا سألت الكثير من المصريين قال له بأن قالوا لي بالحرف الواحد هو رجل مسلم محافظ هو رجل مسلم محافظ يؤدي صلاة خمس مرات في اليوم وهو لا يحارب الدين إنما يحارب الظواهر الدينية التي يقال بأنها دينية جاءت لضرب الدين لتشويه الدين والاستغلال الشباب وإرسال الشباب إلى جحيم التطرف الديني التطرف لا يخدم العرب ولا يخدم المسلمين ولا يخدم القضية الإنسانية ولا أخدم الدين الإسلامي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تلقى رسالة محميدة قال الله سبحانه وتعالى له ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وجادلهم بالتي أحسنوا هذه قضية لا نراها اليوم للأسف من الكافيم الرجال الدين الذي قال بأنهم رجال الدين وما هم برجال الدين نعم ومصر هي بلد جميل الأزهر أيضا في نهاية المطاب لكن دعنا نقول وذكر عبد الفتاح السيسي رئيس المصري في هذا الشأن هذه الخطوة تأتي في إطار ولاية عبد الفتاح السيسي الذي دعا دعنا نقول يجب القيام بثورة دينية داخل الدين الإسلامي وأثار حفيظة الكثيرين في نهاية المطاب هناك من يقول بأنه محق بهذا الشأن في هذه الظروف الآنية أولا أخوي أبو طارق ذكرني بالآية الكريمة الرائعة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بدي أوضح سماحة وعزتي واعتزازي بإسلامي هذا أولا بحيب أكرره بالنسبة للسيسي إحنا منشوف إنه جمال عبد الناصر في حينه اللي كان يعتبر المنقذ والقومي والبطل معروف إنه شنأ سيد كتب يعني لما شاف منه تطرف مع العلم كمسلمة في جيلي أنا قرأت الكتب في حينه كنت صغيرة وما أفهم لا كفاية لا في الدين ولا في السياسة ما كنتش أعرف إنه سيد كتب من أعظم العلماء وبرده شنأه على أساس في حينه يحافظ على الثورة وإنه التطرف الديني هذا من جهة أنا بشوف مع إني والله لا يسأل أنا كمان مرة بكرر إنه المنبر هذا منبر حر أبو طارق ياريت كل الدول المجاورة يعطوا فرصة لكل الكتاب والصحفيين زي ما عم نأخذ إحنا فرصتنا هون معي اعتزازي بإسلامي الآن بطرح على أولا السيسي محق شكرا لك في حينه أولا السيسي محق بصرف إنه أظهر مع إنه أنا أبدا مش مأيدة باللي عمله في مرسي وهو مش موضوعنا لأنه كان مفروض نعطيه فرصة ونشوف الديمقراطية إنت بتبصل فينا بالنسبة للنقاب أخويا بحب أقول نقطة جدا جدا مهمة أنا عشتها أنا من فضل الله علي كمان حجيت واعتمرت مرتين ليه ممنوع النقاب في الطواف ليه ممنوع أنا أناشد الأمة الإسلامية أناشد الشباب العربي المسلم أناشد الشباب الواعي مش الجاهل لماذا يمنع النقاب في الطواف وفي السعي لأنه فيه من وراء النقاب في الأماكن هذه أشياء سلبية جاوبوني النقاب أنا سمعت الطنطاوي وعندي مقالة إليه إخواني الشباب اللي بدهم يعارضوا الأختنا هذه يتفضلوا كله موثق كلامي ببحث أكاديمي من الأزهر النقاب يجوز وقالها الطنطاوي حتى بطريقة التهكم والفكاهة لما تكون إمرأة بارعة الجمال قالها في المصرية الحلوة عشرة على عشرة عشان يتخفف من جمالها ممكن تحط نقاب لا إله بالطور ولا بالطحين آسفة بقرآن ما فيش نص ولا تقوله هذا حلالا وهذا حرام هذا افتراء على ماهي كمسر قاله السيسي بالحرف الواحد أنا زاق بأنه يجب إعادة النظر في الصياغة الخطاب الديني للأسف الشديد أنا يعني من الذين يؤمون المسادي جوم الجمعة استمعت لخطبة الجمعة لخطيب في مدينة يافا واعطى استرسل في القاء الخطبتي نظرت إلى جميع متواجدين وسألت العديد منهم هل فهموا ما جاء في الخطبة على الإطلاق سألت عشرة من العشرة تسعة قر لم يفهموا شيئا ما أود أن أقوله بأن علينا أن نرتقي لمجابهة التحديات الحاضر الجاهل الخطاب الديني عليها أن يكون محاربة الجهل والاستلال وليس فقط التطرف إنما الجهل والإشارة إلى أن يبراص وضوء الدين الإسلامي كيفية التعامل مع الجيران اليهودي سواء كان أو مسيحي المعدم إزاء الناس وهلما جرى الأسف الشديد يهربون إلى الماضي إلى قصص الأنبياء هربا من مجابهة الحاضر وهذا في عينه أنا أعتبره وهنا وضعفا لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر صدق الله ورحبه على فكرة الأندلس ما سقطت أخويا إلا لما بدأ الجهل والتطرف وحرقوا كتب إبن رجد وناشدكم ممكن أن رجع الأندلس إذا ارتقينا بعلمنا سيدة ناهدة سكيس ناشطة اجتماعية شكرا جزيلا لك سيدة خميسة بلعافي مرسل صوت القاهرة شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام نشرة أخباري شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء